أهلا بكم بعد التأسيمة بتاعة البوليمرات عندنا طرق تحضير إزاي نحضر البوليمر أو الفكرة اللي قايم عليها تحضير البوليمرات شوفوا بقى الطريقة الأولانية اللي عندنا هي طريقة طبعا البوليمرات هي تفاعلات تشمل تحويل الوحدة البنية لها المونيمر يبقى عادي أن تحول البوليمر مونيمر ليه ليه طرق لانا أعتمد عليها لانا أحول من مونيمر لبوليمر الطريقتين العاملاتين للحصول على البوليمر هي بلمرت التكاسف وبلمرت الإضافة يعني أفهم كيف من بلمرت التكاسف بلمرت التكاسف يعني بها اعتمد علىegtفاء إزال الجزء مية أما بالمارت الإضافة لازم يكون عندي الحيدروكربون غير مشبع يعني عندي هيدروكربون غير مشبع يعني هنا في التكاسف يعني عندي الهيدروكربون مشبع وفي الإضافة هو الهيدروكربون غير مشبع هما دول التريئاتين العماتين لتحضير البوليمر طيب نتحدث عن الطريقة الأولية وهي الـ Condensation polymerization أو بلمارت التكاسر طبعا هي بتشمل تفاعل جزائيين أو مركبين صغيرين من خلال مجمعات الوظيفية في بداية التفاعل وتكون بلمارات نفس الكلام مكتوب قدامنا أنا أريد أن أصل في إيه في الآخر؟ لأنا لازم أشيل جزء مية من الأطراف سواء أنا بقى حضرت بلمار كبير بلمار صغير كلمة Condensation هو إزال الجزء مية طيب تحضير البرمارات الخطية عن طريق بلمارات التكاسف عندي زي البوليامايت عشان فيه كاربوكسل أسد طبعا كاربوكسل أسد يبقى هشيل معي إيه؟ لو أنا فعلت كاربوكسل أسد مع أمين هشيل جزء مية يعني H من هنا و O H من هنا من كمان لي C O N A N H خلاص؟ ده زي البوليامايت طيب إيه المثال اللي إحنا المفروض هناخده؟ اللي هو المثال اللي عندي اللي هو النيلون اللي هو تقليد الحرير اللي هو النيلون عبارة عن إيه؟ عبارة عن أديابيك أسد بفعله مع هكسا ميسيلين دايمين فين هنا الراس المتفاعل نفسه؟ هي مجموعة الكاربوكسل و مجموعة الأمين أنا عاجز أتشيل جزء مية شلنا جزء المية و كوننا ده اسمه إيه؟ النيلون طبعا النيلون اللي تكون تكون من كم كربونا؟ ست كربونات من الأمين و ست كربونات واحد اثنين واربعة كم ستة و ست كربونات من الأسد 존 أحب بشأن كده منسميه نيلون ستة ستة بولي أمايت طبعا بولي أمايد عشان الربطة الأساسية هي ده الأمايت الأمايت و ده البولولمار bunun اللي تكون فاسمه بولي أمايد اللي هو نيلون ستة ستة إذا لديه نيلون ستةٌ نيلوم ستة تناشر نيلوم ستة تمنتاشر يمانا هو بيعتمد على عدد الكربون بيعتمد على عدد الكربون يبقى الفكرة عندي ان هو الامينو أسد زي بضبط البروتين هنا فيه سؤال حلو قوي بصوا هنا دي أمايد ودي أمايد طب وقسم الإنسان بيكون منين من الامينو أسد اهو أنا عندي ادي أماينو أسد بيتحدوا مع بعض يكون نفس الربط يعني هنا علاقة النايلون بالبروتين في علاقة بينهم ايه هي ان نفس الربطة اللي بتربطهم هي الامايد لينكتش اللي بنقول عليها البروتين لينكتش اللي هي الحاجة المشتركة ما بين النايلون والبوليامايد او البروتين طيب دي عنوقة في لغات الحتة دي بس قبل ما نوقة في الحتة دي أنا عايز أرجع بس حتة بسيطة خالص على النايلون ستة ستة يعني معنى الكلام ده لو أنا جيت خط سي سي أو أو اتش ودي سي اتش تو كل مسأل مسأل عشر عشر وبعدين سي أو أو اتش وفعلتها مع نفس المركب ده وفعلتها مع نفس المركب ده هيبقى النايلون ده اسمه ايه؟ نيلون كام؟ هيبقى اسمه النايلون ده اهوشو هكتب كده نايلون عشرة ولا اتناشر اتناشر كام ستة يبقى عندي نايلون اتناشر كام ستة دي نقطة مهمة جداً ليه؟ ان كل النايلون بيعتمد على عدد الامية جروب اللي عندي طبعاً كل مكان الاسب بتاعي طويل أو النايلون بتاعي طويل كان مكان ايه بقى ايه احسن اي مادة نايلونية نايلونية نايل فيها الرقم ده مكتوب فيها اللي هي في اتباع الخارجة من المصنع بتاعه اه كده انا بشكركم وان شاء الله اللقاء الجاي انبتدي في بوليمر جديد